السلام عليكم لو أن المخلوقات البرية المظلومة مرتبة في قائمة لكانت طيور البوم في المقدمة لكنها في المشاهد التالية مع أسلحتها المدهشة ومنها سلاح كاتم للصوت ستكون بصورة مختلفة تماما عن منطبعها في أذهان كثيرين سآتي بحقائق مدهلة فيها آيات للتأمل في خلقها وكيف أنها تقدم خدمات لا تقدر بمال للإنسان وممتلكاته وبيئته تفصيل ذلك بعد سماع هذا الصوت هذه أصوات لأنواع من البوم قد تسمعها في أفلام سينمائية كمؤثرات صوتية في المشاهد الليلية ربما للترميز إلى الشؤ أو لليحاء والتشويق بأن أحداث سيئة في الفيلم ستأتي أو تنتظر أحد أبطاله ونسمع أمثالا ليس هنا الحديث عن دلالاتها كالقول من كان دليلها البومة طاح بالخراب وفي مثل آخر يقال للشخص الذي يتهم بأنه مشؤوم يتسبب في مواقف تضر الآخرين فلان وجه بومة النحس والتشاعم والخراب والمصائب تقترن بطيور البوم في خرافات متوارثة عند مختلف الشعوب وهناك من ينظر إليها متوحما أنها مخلوقات شريرة ترتبط رؤيتها بالموت والكوارث الإبداع الغريب لها عين بمواصفات معينة تشوف بالليل والعالسة مش عارف شكلها إيه والشبكية الحساسية فيها 56 ألف نقطة حساسة وبعدين 100 مرة أدقوط البصر بتاع الإنسان تعالوا إلى حقائق لا علاقة لها بالخرافات خلق الله البومة بعينين كبيرتين متجهتين إلى الأمام بخلاف الطيور الأخرى التي تكون بعين في كل جانب ستشاهد كيف أن العينين ضمن مزايا أخرى تمثل أسلحتها الفريدة التي تخدم بها البشر أو ممتلكاتها وهب الله البومة قوة إبصار هائلة وحساسة جدا للضوء فترى حتى في ظلام الليل مع أنها تبصر بالنهار لكنها في فطرتها ليلية البعيشة تنشط مع خروج فرائسها الأساسية من جحورها ومخابئها وتباغتها بسلاح كاتم للصوت من أسلحة البوم الاعتماد في قنص فرائسها على حاسة سمع قوية جدا تميزها عن الطيور فالمدهش في خلق أنواع منها أن الأذنين بمستوى متبائل تكون واحدة أعلى من مستوى الأخرى ولهذا تحرك أحيانا رأسها بحركات تبدو لا إرادية بينما هي تفعل ميزة استقبال الأصوات كما لو أن لديها نظام رادار حساس يلتقط أضعف موجات الصوت ويحللها ويحدد مصادرها فمثلا صوت خافت في ظلام دامس يصدر من حركة فأر من بين الأعشاب تستقبله البومة بسمعها القوي وتحدد مكان هذه الفريسة بدقة وتطير نحوها بتركيز فائق وفي الغالب لن ينجو الفأر منها لأنها خلال الهجوم تستطيع التصحيح المباشر للاتجاه فيما لو تحركت الفريسة وتغير مكانها إلى أن تنقض في اللحظة الأخيرة وتصيد بمخالبها الحدة وإذا كانت الفرائس تهرب في اللحظة الأخيرة عندما تسمع صوت طيران أو خبق جناحي طير جارح إذا دنى منها مهاجما فإن الفريسة عادة لا تهرب في حالة هجوم البومة لأن الله سبحانه وهبها ريشا مختلفا عن الطيور خاصة الأطراف هي ذات مواصفات خاصة تجعل رفرفتها خلال الطيران صامتة أي طيران مكاتم للصوت ومما وهب الله البومة تفردها بالقدرة على الدوران برأسها بدائرة 270 درجة وتوجيه بصرها بعينيها الأثنتين معا إلى الخلف ولا يستطيع الإنسان ومخلوقات أخرى فعل ذلك فرقبة البومة مكونة من 14 فقرة أي ضعف فقرات رقبة الإنسان ووهبها الله أيضا مرونة في الشرائين بحيث لا يتوقف تدفق الدم أثناء تدوير الرقبة بهذه الدرجة كل هذه القدرات وغيرها في البوم تجعلها أكفأ صيادة ليل تقتنص غذاءها الأساس من القوارض خاصة الفئران والجرذان والمعروف أن تكاثر القوارض سريع جدا فلو حلت في حقل للحبوب والمحاصيل الزراعية فأنها تتكاثر خلال شهور حتى تصل إلى أن تصبح آفة على المحاصيل أو بذور الأشجار البرية لكن لو نزلت طيور بوم محدودة العدد في أحد خرائب هذا الحقل أو دحول في البرية أو شقوق بين الصخور فأنها تنشط في الليل أي التوقيت الذي تخرج فيه القوارض من مخابئها لتفسد المحاصيل وتخربها إذا كانت أعدادها بلغت حد الآفة وتكافحها سريعا خاصة إذا كانت في موسم تفريخ فأنها تكرر الصيد طوال الليل لتغذي أفراخها التي تستطيع البلع هكذا تصور وهي بعمر أيام فكيف إذا بلغت مرحلة الطيران قبل أن أختم بالحقيقة الأكثر فائدة لنا أشير إلى أن في المملكة أنواع من البوم مقيمة في براريها ومزارعها أو تعبرها مهاجرة وإليك أبرزها وسأكتب حتى أسماءها العلمية هذه البومة الصحراوية وتعرف أيضا باسم البومة الفرعونية أو البومة العقابية الصحراوية أكبر أنواع البومة المقيمة في مناطق متعددة من السعودية كما أنها مقيمة في مناطق مختلفة في الدول العربية وتعرف الأسماء المحلية أو الشعبية عندنا باسم الكندرة وتذكر مصادر علمية أن بمقدورها صيد الثعلب وقد شاهدتها مرات تصيد كبار الأرانب البرية ويوجد نوعان يأكلان الأرانب والطيور والزواحف والخفافيش والحشرات لكن الاعتماد في الغذاء بالدرجة الأولى يكون على صيد الفئران والجرذان أو القوارض الصغيرة وهذه البومة البيضاء أو البوهة أو الهامة وهي مقيمة في المملكة وأكثر ما تعلف البيئات الزراعية وهذه البومة الصمعة التي تعرف أيضا عندنا باسم محلي هو كليب الدو نوع مهاجر يأتي خلال فترات محددة في كل سنة إلى المملكة ويعلف البيئات البرية وبخاصة السهول وهذه البومة الصغيرة نوع آخر مقيم في المملكة لعلك الآن تتفق على أننا لو أردنا وضع قائمة بأكثر المخلوقات النافعة للإنسان وبيئته لأصبحت طيور البوم في موضع متقدم لأن القوارض إذا كثرت وصارت آفة على النباتات وبذورها فأن البوم ذات قدرة عالية كما شاهدت على صيد الكثير منها والمساعدة في الحد من تزايده فكأن طيور البوم حرس ليلي يسهر ليساهم في منع أن تكون القوارض آفة على الإنسان وبيئته هذا بالتأكيد مع ميزة الدورة الطبيعي لهذه الطيور الجميلة بعيد عن استخدام مبيدات مصنعة لا تخلو من مواد تضر الإنسان وبيئته وصحته هذا توازن بين المخلوقات وتدبير ليس من صنع البشر يقودنا إلى التأمل في قول الخالق عز وجل وكل شيء عنده بمقدار وقال تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون